الرئيس السيسي يواجه بالبدء الفوري في خطوات إنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية المجمع الانتخابي يصوت اليوم رسمياً على الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين يتلقون اليوم لقاح فايزر ضد كورونا مع بدء حملة التطعيم الثالثة صباحاً الواحدة بتوقيت جرينيتش مجهز إقبالي جديد يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمهورية بشكل آمن وسليم جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس برئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين حيث تم متابعة جهود إنشاء معامل فحص مركزية نموذجية بالموانئ على مستوى الجمهورية طلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد العسكري والأمني وعلى صعيد مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وأضاف أن الرئيس السيسي ونظيره الموريتاني تبادل الرؤى بشأن الأزمة الليبية وجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا حيث تم التوافق حول التنصيق بين مصر وموريتانيا بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل التجارب والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين يضلي أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي بأصواتهم اليوم عندما تجتمع الحيئة الانتخابية بحسب ما ينص الدستور لإدفاء صفة رسمية على نتائج الانتخابات يذكر أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد رفضت دعوة قضائية أقامتها ولاية تاكسس وأيادها ترامب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات حاسمة ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدما في اجتماعه ومن المتوقع أن يحصل بايدن على 306 من الأصوات مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترامب أفادت وكالة رويترز بأن حملة تطعيم كبار المسؤولين في البيت الأبيض وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب من فيروس كورونا ستنطلق اليوم ومن المقرر بحسب الوكالة أن يطلق الموظفون الأساسيون في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في الكونغرس اللقاح ضد فيروس كورونا في غدون عشرة أيام أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 144 وفاتا وأكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة وأوضحت السلطات في بياناتها أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 64 ألفا ومائة وسبعين شخصا بينما يقترب إجمالي عدد الإصابات من مليون وثمانمائة وخمسين ألفا يبحث رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستاكس اليوم مع رئيس الحكومة التونسية هشام لمشيشي في باريس يبحث التعاون بين البلدين خاصة في مجال الرعاية الصحية وأفاد مكتب رئيس الحكومة الفرنسية أن اللقاء سيسمح بمراجعة التعاون بين فرنسا وتونس في المجالات ذات الأولوية مثل التنمية الاقتصادية والقضاء والدفاع والتعليم والثقافة فضلا عن تعزيز التعاون في مجال الهجرة غير النظامية أدانت الأمم المتحدة في اليمن أعمال العنف التي تقود اتفاق ستوكولم للحفاظ على الأمن في مدينة الحديدة وفي بيان لرئيس لجنة إعادة الانتشار بالحديدة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاتفاقية ستوكولم دعا المسؤول الأممي كل الأطراف للالتزام ببنود الاتفاق لإنهاء معاناة أهالي الحديدة مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم مهم في ظل التحديات المستمرة بما في ذلك العنف الذي يقود روح اتفاق الحديدة مشاهدين في النهاية نحيط علم سياداتكم بأن تردد أكسترانيوز HD هو 12.303 ومعدل الترميز 27.500 ومعامل الاستقطاب وفقي نلقاكم مع موجز جديد على رأس الساعة اشتركوا في القناة